موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام هل سمعتم عن عمل يستمر 365 يوم في السنة بلا عطل ولا إجازات سنوية أو مرضية يعمله الشخص دون أن ينتظر عليه راتبا أو مكافآت ولا تعتبره حتى الدولة ضمن الناتج القومي الإجمالي لها إنه عمل المرأة داخل المنزل ورعايتها أطفالها قد يكون من غير المعقول أن تطلب المرأة أجرا على رعايتها لبيتها وأطفالها ولكن في نفس الوقت لماذا تعتبر المرأة عاطلة عن العمل ولا ينظر لها على أنها منتجة عندما تقوم بهذه الأعمال رغم أن العبء الملقى على كتفها قد يكون أضعاف العبء الذي يحمله الرجل وحجم إنتاج المرأة قد يكون أيضا بأضعاف مضاعفة في هذه الحلقة التي تأتي ضمن أنشطة برنامج تمكين المرأة الاقتصادي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وفي إطار مشروع كسر قيود القواعد التمييزية من أجل دعم المشاركة الشمولية للمرأة في الاقتصاد نناقش أهمية تعزيز قيمة العمل غير مدفوع الأجر للمرأة بالإضافة إلى أهمية تمكينها اقتصاديا ويشاركنا في هذه النقاش الأستاذ سليم نخلة مدير عام التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل أهلا بك معنا أيضا الأستاذ سوسن شنار مديرة مؤسسة جمعية الاتحاد النسوي أهلا وسهلا بك معنا وعبر الهاتف أيضا تنضم لنا السيدة تحرير علي القادي وهي امرأة عاملة في منزلها أهلا بك معنا أهلا بكم يعطيكم العافية تحياتي أهلا بك طيب متابعينا ومشاهدين قبل أن ننتقل للنقاش دعونا بداية نشاهد هذا الفيديو الذي أعده طاقم العمل حول قيمة العمل غير مدفوع الأجر للمرأة لنشاهد أتوقع أن الأجر يكون باهتمام الزلمة فيها جوزها فيها كمان أولادها يعطوها الأهمية اللي بتحتاجها السيدة وحسسوها أنها مثلا معطاقة لا مش معطيها حق الكافي يعني هي بتعطي أكتر من ما بتاخد بالنهاية بأن مدفوع الأجر مش مدفوع الأجر إذا كان ابنها وضمن الأسرة يعني أن بيت يعني زوج وزوج وابن بكافي الاحترام المتبادل بينهم يعني مش مش شرط أن يكون مدفوع أجر مادلي ما عد في مجتمعنا للأسف يعني ست بيت متفرغة للأطفال بالكامل لأن الحياة صارت صعبة الحياة المالية أو الاقتصادية حتى اللي مش متعلمة صارت تفكر وتستكشف وتبحث عن أفاق إنها تجيب فلوس لزوجها طبعا الاهتمام والتقدير هدول أهم إشي أهم من كل فلوس يعني تكل واحدة يعد مع جوزها وموسوطة هي تأولادها وتكون مرتاحين ما فيه إشي غلط في حياتهم هذا كتير منيح بس أما أن تكون تحكي لأ أن ده ربي ولادي بس بمقابل إنه مصاري لأ الكلمة الحلوة أحسن من المصاري ربيت البيت مهمة مثل الوزيرة يعني رئيسة البلدية ربيت البيت كل حدا بوزيفته بمكانه اللي هو بيعمله هلا وان أنت واقفة هلا كل حدا بمكانه هو مهم هلا المجتمع ما بيعطي أهمينا موضوع الأسرة وموضوع تربية الأسرة هلا هذا عمل كتير مهم بس هو غير مدفوع لأنه يعني زي كأنه كل إنز يعني الأم واجبها نفس الشي واجب الأب شوف لأنه المجتمع عطاها حقها الكافي وفيه قوانين بتعطيها أكتر من هيك بس هي لأنها بتجهل بالقوانين فبتضيع حقها بإيدها طبعا لا يعني المرأة مش ما ياخذ حقوقها كاملة داخل الأسرة بس بتوقع يعني يعني ناس كليلين اللي بيعطوا المرأة حقوقها ويقولوا في الشريع المرأة اللي بتردعي بينها من حقها إنها تأخذ أجار لازم زوجها يعني يقدرها ويقدر عملها وشو بتطلب يعطيها شكرا للزملاء الذين عدوا هذا الفيديو وبدنا نبدأ معك أستاذ سوسن الشنار وأنت رئيسة مؤسسة نسوية ما تعليقك على هذا الفيديو على هذه الآراء ولماذا عمل البيت مرتبط في اللاوعي لدينا بالنساء دائما يعني يعطيكم العافية وشكرا للاستدافة وأنا كجمعية عمل نسوي شريكة في هذا البرنامج في البرنامج الاقتصادي ومشروع كسر القيود وشمولية مشاركة المرأة في كل أوجاه العملية الاقتصادية الفيديو بالنسبة إلي يعني جزئيا صادم لأنه عم بشوف نساء عندها قبول ورضا إنه بس بدها اهتمام وتقدير واحترام وهي مش عارفة إنه لو ما بتعمل اللي بتعمله إيش بيصير هلا نحن يعني اللي بقوله إنه هي صحيح بتربي الولاد وهي هذا الدور الإنجابي اللي هو بنطلع له إنه هذا هو دورها الأساسي هي بتقوم فيه بكل ما يعني من رعاية سواء الرعاية الأولية أو مع بعض بالتدريس والحماية هي كمان إذا في حدا من كبار السن في البيت حما أو حما أو هي بتقوم فيهم إذا في مشروع أسري للعائلة هي بتشتغل فيه بدون مقابل إذا أي حدا بالمحيط هي بتساعد بدون مقابل هلا حتى يعني وطنيا إحنا ما منشوفهم بالتصنيفات للأعمال بكل الدراسات ما منشوف تصنيف للعمل المنزلي وتذكر ربة المنزل حيثما في الإحصاء المركزي بالبيانات تعيدهم حيثما بدون ينقال ليش المرأة ما بتشارك بنقال لأنها هي ربة منزل نحنا أنا بقول كتير مهم هاي اللقاءات حتى نساهم مع بعض تغيير هاي الصورة نمطية تغيير الصورة النمطية نقدر نحلل هذا الواقع طيب شو المقصود بالعمل غير مدفوع الأجر للنساء يعني هل هو العمل داخل البيت فقط ولا في أعمال أخرى بتقوم فيها المرأة وما بتتقاضى عليها أجر إذا في أمثلة يعني هي غير عملها جوات البيت هي بتزرع بتزرع إذا عندهم أرض هي بتقطف الزيتون هي بتزرع هي بتروي هي بتاخد المنتوج و بتصنعوا في بيتها إلهم للأكل إذا في حيوانات في البيت بتربي حيوانات بتاخد لبن تاخد جبنة بتعمل كل المستلزمات لإلها للأسرة أستيقول وبالتالي هذا الشغل هي بتعمله غير مرئي في الناتج الوطني ولا قوة عملها محسوبة من كل الإحصائيات اللي نحن منعملها وهي كمان حتى بالموجودات اللي هي بتعملها هي مش مالكة لهذه الموجودات بالأرض اللي بتشتغل فيها بالتالي هذا اللي منعمل وقعدينه منحكي فيه كتير مهم حتى يساعدنا كيف نحط سياسات تطوير هذا الشغل وكيف نخلي مهنة النساء الإنجابية وجودهم في البيت هو عمل لائق هو عمل مرئي بكل قديش هذا فيه إجحاف بحق المرأة أستاذ السوسن وخاصة أنه الأرقام والإحصائيات بتشير إلى أنه نسبة مشاركة المرأة في الناتج القومي نسبة متدنية مقارنة مع الرجال رغم كوني نساء كما أسلفتي في عجلة إنتاج مستمرة على مدار العام ما هو يعني هنا بالآخر زي ما حكينا في البداية هنه بيشوفوا هذا الشغل اللي بتقوم فيه هو تحصيل حاصل هي موجودة من شان تعمل هيك وبالتالي بتعمله وشفنا الرضا عند السيدات اللي شفناهم بالفيلم وبالتالي يجب رفع الوعي بهذا بهذا الدور المهم للنساء بكل الأعمال الرعائية اللي بتقومها وليس الصفقات الإنجابي هي يعني بهذا الأعمال الأخرى يعني كلياتنا خلال الكوفيد شفنا الدور كانت بتلعبه المرأة في تعزيز سمود الأسرة وأنها تأمن كل المستوى المستلزمات الضرورية للأسرة فمن هون يعني أنا بشوف أنه كيف من قيم هذا الدور وكيف من قدره كيف نعتبره عمل لائق بالآخر نشوفه يعني بالسياسات العاملة خلينا ننتقل لسياسات العاملة وزارة العمل وبدأ رحب فيك مجددا أستاذ سليم شو رأيك في اللي سمعته أولا وخاصة إنه من ناحية قانونية إنه عمل المرأة داخل منزل لا يعد عملا ما السبب في ذلك؟ بداية نحن هنا نتحدث عن من ناحية القانونية وإذا ما جئنا للقانون وقانون العمل الذي ينظم قانون العمل ينظم علاقة العامل مع صاحب العمل صحيح وقانون العمل ربط هذه العلاقة بالأجر وتحدث عن آلية دفع الأجر وبالتالي الأجر المادي مدام يأخذ أجر مادي هذا يعد عمل الأجر الذي يتقضى سواء كان ماديا أو غير ماديا الأجر الذي يتقاضى يتقاضى العامل مقابل مقابل اتمامه عمل معين بناء على طلب من صاحب العمل أو بناء على اتفاق مبينهم وبالتالي العمل الغير مأجور بما أنه غير مأجور إذن لا يتقاضى العامل أجرا عليه وبالتالي لم ينظم قانون العمل الفلسطيني الذي صدر في سنة الألفين أي نظم أو أي حقوق للعاملين بطريقة عدم مدفعية الأجر وهنا نتحدث عن صلة القرابة من الدرجة الأولى مع كل الرضا لما جاء في التقرير مع كل الاهتمام للأمة الفلسطينية والزوجة الفلسطينية والأخت والبنت والعمة الفلسطينية التي سهرت وتسهر ولا زالت تقوم بواجباتها سواء من الناحية الوطنية أو من الناحية التربوية للأسرة بالرغم من هذا الشيء إلا أن ترتبط هذا الموضوع بالدرجة الأولى وهم الأبناء لدى الأباء والزوجة لدى الزوج والسلة القرابة من الدرجة الأولى هي التي لم ينظم هذه العلاقة فيها القانون بالرغم من في بعض الحالات في بعض الحالات يوجد بالرغم من وجود سلة قرابة إلا أنهم يتقادوا عمل ويتقادوا أجر صحيح نعم مثلا على سبيل المثال شركة مثلا لو تترقنا إلى أعمال يطلق عليها اسم أعمال عائلية أو شركات عائلية وهذه كثر في فلسطين كثر ولها امتدادات حتى حاليا نتحدث عن بعض الشركات لها فروع في أغلب المحافظات وتسمى بشركات عائلية والعاملين فيها هم من أفراد الأسرة الواحدة ما نظر أن يكون فيها الناس ليست من نفس الفئة أو من نفس الهوية هذه الفئات كلها تتقاد أجور وبالتالي قانون العمل ينظم علاقة هذه الفئات طالما أنهم ليست من الدرجة الأولى أو من القرابة يعني السبب بأنها المرأة لا تتقاد أجر مادي فهي لم يعتبرها قانون العمل عمل القانون في سنة الأنفين لن نتحدث عن التعديلات الجديدة إذا تتركنا للتعديلات الجديدة سوف نتحدث عن شيء آخر طيب نحن نيجي للتعديلات طيب لماذا لا يعطى عمل المرأة داخل المنزل أي قيمة في اقتصادنا برأيك يعني ألا يعد مثلا عملها داخل المنزل إنتاجا؟ لماذا لا يعد إنتاجا؟ هي نصف المجتمع وإنتاجيتها تأتي في الغير محسوب من الناتج القومي ولكن إذا نظرنا إلى الإحصائيات حسب دائرة الإحصائيات المركزية فدائرة الإحصائيات المركزية تدعي بأن هناك 4% فقط من النساء يعملن في هذا الكطاع علما أن جميع النساء تعمل في داخل البيت لكن دعملوا برى البيت وبالتالي ماذا نعني في كلمة الأربعة في المئة التي نقصد فيها أن عمل النساء الغير مدفوع الأجر هو أربعة في المئة يقدر هو العمل المقصود في الزراعة وفي بعض المنتجات آه مش داخل المنزل على سبيل المثال أسرة أسرة لديها مزرعة تنتج الألبان أو الحليب أو البندورة أو الخضار والبنت والزوجة تعمل في هذه المنشأة مباشرة من الصبح إلى نهاية النهار هذه الفئات التي تم إحصائها تقدر بحوالي أربعة في المئة أما ما يعمل في داخل البيت ولم يسجل مطلقا تمام معنا عبر الهاتف سيدة أحرير وهي خريجة باكالوريوس إدارة أعمال وهي أيضا أم لأربعة أبناء تزوجت وهي بعمر 16 سنة لم تستطع إكمال تعليمها الجامعي حتى العام الماضي بسبب انشغالها في رعاية أسرتها وبيتها أهلا فيك يا أستاذة أحرير وبداية لو تعرفينا عن نفسك أكتر يعني وعملك داخل المنزل متى يبدأ كل يوم ومتى ينتهي هل تحصلين على إجازات من أمومتك ومن دورك داخل البيت لما بتتعب أو بتكوني مريضة يعني حدثينا عن ظروف العمل أكثر أول إيش تعطيكم العافية بالنسبة لموضوع الإجازات أكيد يعني شغل الوحيد لنا في إجازات هو شغل الأم في بيتها وإسرتها صحيح بالنسبة لإنه الأم بتاخدش أجر تيش أنت كيس تذكير مجتمعنا يعني ما عنده إنه شو توخدي أجر يعني إيش بتحكي أنت يعني إنه شي غريب وإنه الأمر حتى لو بتعمل خارج بيتها برضو هي ربة منزل راح ترجع تشتغل نفس الشغل اللي إحنا مشتغل في بيوتنا ورح كمان ما توفض عليه أجر وبتاع في هاي ثقافة المجتمع يعني أنت ما بتقدري تيجي تغيري كلها ثقافة مرة واحدة فجأة يعني ممكن بالتدريجة تصير الأمور بالنسبة لإنه إحنا كأمهات بالنسبة لإنه ليش إحنا ما يمكن ما بنطالب في الموضوع أو ما بنركز عليه كتير يمكن إحنا بشعورنا كأمهات بيخلينا نتصرف بغريزتنا إنه أنا يعني بدي أولادي دائما يكونوا منها أحباتي ميح عائلتي سعيدة فهذا الإشي بيخليك أنك ما تفكري في الموضوع أني تستخدمي أجر مع أنه بصراحة يعني من الضرورات أني يكون للمرأة تمكين اقتصادي أنه إشي إلها يعني حابة هي تعمله تشتري تسوي مشروع مثلا المفروض يكون في إلها هو بعتبروا النفقة يعني اللي بنفقوها علينا الأزواج بعتبروها أنه يعني أنت تشتغل في البيت أنا بشتغل برة بجيب بصرف على البيت بصرف عليكم وهكذا يعني طيب يعني حتينا أكتر عن نفسك وعن كيف بيبدأ يومك وكيف بنتهي إذن ممكن أنا بالنسبة إلي زي ما تحضلت أنا اتزوجت في عمري صغير كتير يعني ما كنتش هالوعي قبل 26 سامع أنت بتحكي ما كان في عندي هالوعي ما كانت الدنيا زي اليوم كنا يعني كتير خلينا نحكي فيه نوع من السهدادة إذا تبيعتميها إذا صلح التعبير إنه خلص بيتي وأسرتي بعدين لما صار الواحد يكبر أكتر شوي طب بس أنا وظيفت إني أنا أجيب أولاد وأخلف وأشتغل فيها البيت من الصبح من حد ما أصحى أصحي الأولاد عالستة ونصع المدارس وأبلش أحضر في السندوشات والفطور وأحضر أرتب بيتي وأطبه بس هيك وظيفتي في الحياة كان هذا شعوري إنه أنا لازم أكون أكتر من هيك دافع إلي فيما بعد إني أحاول أتعلم أنا على فكرة يمكن تخرج بالسنة الفاتة بس أنا من زمان بحاول يعني بس كان فيه أشياء تعطر محاولاتي بس أنا أصريت يعني ضليتني ورا الموضوع لحد ما حصلت عليه بالآخر يعني فأنا بحكي منه الإمرأة بتقدر تكون في البيت بتقدر تكون كل إشي هي بزهية إذا عندها إرادة يعني طب كتير بيعتبدوا المرأة غير منتجة لأنها بتشتغل جوه البيت وما بتشتغل برا البيت شو رأيك في هذا القول صحيح أن المرأة اللي بيقتصر عملها على العمل داخل المنزل لا تعمل أو غير منتجة؟ أكيد أكيد بأعترض على هاي السلم أو هذا الكلام كله بأعترض عليه لأنه المرأة هي أكبر منتج وهي مديرة المنزل لألمك يعني وإذا فيه ستات بيوت بسمعوني ويمكن حضرتك كمان إنه إحنا مديرات البيوت إحنا البيوت قائمة علينا يعني أنا هم كثيرون أعمل أكل من دون ما أحد يجيب إشي من بره يارفت كيف بالعكس الأمرأة أكبر أكبر منتج يمكن باعتبره في الدولة لأنها هي أساس الاقتصاد باعتمد عليها بس بدك حدا يارف إيشي عن هذا الكلام صحيح كلامك طيب أستاذة سوسم مدى أخرى يعني بعد ما سمعت إلى الأخت تحريره كذا كيف برأيك ممكن تعزيز قيمة العمل غير المدفوع الأجر للنساء أول إشي يعني بدنا يعني بدنا نعترف إنه هذا عمل ذو قيمة ويتم تصنيفه ضمن مصفوفة التصنيف العمل في كل وثائقنا وقيودنا والأضايا ولما بيصير هذا التصنيف بدنا نصنفه كعمل لائق كعمل لائق هذا بستدعي كمان نفكر بكل أشكال الحماية الصحية والضمان وكل شبكة الحماية اللي تتوفر إذا توفرت لكل من يعمل رجل أو أنثى في مجاء في العمل وبالتالي هذا يعني تعديل قوانيننا بما يشمل أن العمل في المنزل هو عمل لائق وعليه بهذا الاعتراف يندرج مستلزمات ويندرج لوائح نازمة لهاي العلاقة وبالتالي توفير شبكة الحماية لها يعني مش كل الناس في العالم هنا أعضاء بالضمان الاجتماعي لأنهم بيشتغلوا في المحل الفلاني أول هذا هي كمان يعني ممكن أنه يكون في نصوص بتمكنها من أنه هذا الضمان الاجتماعي يكون شاملها كربية أسره أنا بدي أرجع بس بالتعريفات حتى بالموظفين وأنا كنت موظفة أبل دائما يصنف كل شيء رب الأسره هو الرجل يعني حتى بالمصطلحات ما هي كمان جزء من التخافي نعم ما يقال ربات الأسره وهذا جزء من الصورة النمطية اللي بتمنى هذا البرنامج وغيره إنه يضوي على موضوع طويه في شراكة في أسره والزوج والزوجة شركة بكل ما يتوفر من استمرارية هاي الأسره في العمل بالتالي أنا اللي شفته وسمعته من الأخت تحرير بعتبر إنه العديد من النساء عنا هي بتعيش هاي الحالة وكتير عظيم إنها هي عم بتتابع دراستها وبتقدر تطلع وتواصل لأنه هذا كله رح ينعكس مجتمعيا وعلى شخصيتها وعلى مشاركتها بالمجتمع يعني أستاذ سليم مرة ثانية خلينا هاي المرة نتحدث عن خطاتكم وبرامجكم في وزارة العمل هل بتدرجوا النساء العاملات في منازلهم ضمن خطتكم المقبلة؟ شو هاي البرامج الموجهة إن وجدتوا؟ وحكينا على موضوع القانون إذا فيه تعديلاتها رح يشملهم كمان ولا لا؟ تماما بداية منذ سنوات ونحن نقوم بتعديلات أو نجري دراسات لتعديل قانون العمل الفلسطيني في المراحل الأخيرة تم الانتهاء من وجهة النظر التي طرحتها الحكومي وهي وزارة العمل في المراحل الحالية نحن في انتظار ردود الشركاء الاجتماعيين حول التعديلات النهائية في قانون العمل وهم العمال ومثلين العمال وأصحاب العمل وأرباب العمل في ردودهم على هذه التعديلات في التعديلات القادمة فيما إذا تم إقرارها سوف يدرج حقوق للعاملين في العائلات وفي الأسر ولكن قلت لكم العمل غير العمل المنزلي أنا لا أنكر دور المرأة في داخل المنزل ولا أقول أن العمل اللي تقوم به بداخل المنزل هو أقل من شأنه من الأعمال الأخرى تماما ولكن عندما تقوم أي مؤسسة أخرى ذات علاقة بتنظيم هذه العلاقة لن يكون هناك اعتراضات لدى وزارة العمل بل ستقوم وزارة العمل مباشرة بتطبيق الدور الذي يترتب عليها لا سيما أننا قائمون على نظام العمل اللائق أو برنامج العمل اللائق وهو عبارة عن البرنامج الأساسي في وزارة العمل وهو تأمين عمل لائق بيئة عمل لائقة لكافة العاملين في جميع أماكن العملهم سواء كانوا ذكورا أم إناتا لا يوجد فرق لدينا في هذا الموضوع طيب أنا سألت الأستاذ ستون برجع بسألك أنه كيف يمكن تعزيز قيمة العمل غير مدفوع الأجر للنساء في مجتمعنا في وزارة العمل يوجد العديد من المشاريع لسيما بأن وزارة العمل هي من يدير صندوق التشغيل الفلسطيني يقوم هذا الصندوق بتمويل مجموعة من المشاريع لسيما المشاريع التي هي المشاريع الصغيرة أو ما نسميها المشاريع الصغيرة وهذه أغلب المشاريع الصغيرة تقوم على إدارتها نساء في أماكن سكنها مثلا على سبيل المثال من يأخذ دعم مالي لتربية الدواجن أو تربية الأغنام أو زراعة البيوت البلاستيكية أو ما شابه ذلك كل هذه مشاريع قائمة يستطيع المواطن أو المواطنة أن يتقدم للصندوق للحصول على تمويل وفي أغلب الأوقات تكون التمويل تبعها بمعدل صفري أي بمعنى بدون فوائد ولكن ليست حبات لا يوجد حبات لأن الصندوق سوف يخدم هذه الفئة في هذا العام ويخدم الفئة الثانية في هذا العام وفي العام الآخر وبالتالي نفس الأموال تدار لخدمة أكبر شريحة ممكنة من هذه الفئة لا نمانع بأن يتم استثمار هذه الأموال في محيط البيوت مهم جدا طيب أرجع إليك أخت حرير وأنت كامرأة عاملة في منزلها برأيك في نظرة دونية لعمل المرأة داخل المنزل يعني كيف بتعامل معك المحيط المجتمع بناء على كونك امرأة عاملة وأم عاطلة أيضا عن العمل يعني نظرة المجتمع بشكل عام أنه بعتبروا واجبي يعني ما بعتبروا أنه مش بنحكي لها نظرة دونية بس يعني أنه يعني آه رب تمنزل أنه عادي يعني طبيعي أنك تكوني رب تمنزل بس اللي مش طبيعي يعني أنك أنت تصال بأنك تصير إشي أكتر من هيك يعني أنا جربت أكتر مرة أشتغل أولادي صغار لما وجدت أنه صغلي رح يأثر عليهم فضلتهم على نفسي في النهاية يعني تكيف شعور الأم بس أنا بحب أحكي للنساء اللي بيسمعونا وكمان حتى لرجال اللي هم شركائنا في الحياة أنه إحنا نقدر نوصل للبذنية حتى لو أنتوا حاولتوا تعطلوا علينا حتى لو حدا حاول يحدثنا اللي عنده إرادة بيوصل يعني أنا بحب أحكي لك أني أنا مثلا صرت جديد عضو بلدية منتخبة عندنا وقفة دونية بس يعني بعد شغل سنين يعني على نفسي وعلى تطوير شخصيتي وعلى أني أكون وعي أنا إيش بدي بالضبط في هذه الحياة ماشي تربيتي ولادي يعني أنا ولادي الحمد لله كلهم يعني إيش تخرج من الجامعة وإيش في الجامعة بس أنه مرات في مرحلة أكيد صعبة ومش فهلة علي كانت مكانش فيها دعم اقتصادي يعني أنت لما تكوني جزء من عائلة مثلا لما يكون إليك أنت مورد خاص إليك أنت حرة التصرف فيك في هذه الصغلات بتأثر علينا بتمنى بتمنى أنه ما عندنا حدا يعني من الوزارة أن يكون فيه إشي يدعم النساء في بيوتن حتى لو بدني أمل المشروع خاص إليهم وحتى لو شغلهم في بيوتن يعني يقفصوا إشي أنا ما بعد شو الألية أو شو ممكن يطلع معهم قرارات بجزء من هذه الأسات الأشياء هاي بس أنا بتمنى أن يطلع إشي عمزة يدعم النساء في هذا المجال أعساس أنه يكون فيه تمكين اقتصادي إليها يكون عندها لو يعني مورد قليل بس يكون فيه إليها إشي خاص فيها شو رأيك طيب باهتمام أو حجم اهتمام المؤسسات الأهلية والحكومية بالمرأة العاملة في منزلها يعني شو بتشوفي النشاطات والبرامج اللي بتحتاجها المرأة داخل المنزل وممكن إنها تشارك فيها بصراحة يعني مش هالاهتمام الكبير يمكن إنه فيه اهتمام بس حسب أنا يعني ما مشاركتي في هالنشاطات التطوعية المجتمعية أنا قريباً في قريباً سبع سنين في المجال أو أكتر شوي مش هالدعم اليازم يعني ما يكون فيه دعم أكتر للمرأة اللي رير أنه أعتبر بين قسين ربة منزل مش بحكي للمرأة اللي بتشتغل برة المرأة اللي بتشتغل برة يمكن حضوضها أكبر شوي لأنه في عندها تمكين اقتصادي عندها دراية يمكن أكتر بحكم إنها هي بتروح بطيجي بس المرأة اللي تعتبر ربة منزل زي ما حكيت لك من قسين إنه هاي مقلها في يعني هالاهتمام الكبير يعني باعتبار مظلومة بدي أحكي لك إنها مظلومة صراحة تمام طيب كمان مرة لإلك السؤال كيف منقدر نعزز قيمة عمل المرأة داخل البيت وبالنهاية شو رسائتك اليوم كيف نعزز أنا زي ما حكيت لك إنه يكون فيه دراسة تشمل إنه إيش ممكن نعمل لهاي المرأة ينفعها لأنه أنا صراحة ما عندي تصور معين يمكن الدراسة تطلع أشياء أكتر وناس متخفصين يعرفوا يطلعوا يعني في هاي الدراسة إيش يبين فعل مرأة أكتر مما أنا ممكن أحكيه بس إذا أجيتي على الصعيد الشخصي والرسالة للمساء اللي بيسمعوني ولا كل اللي بيسمعوني أنا بحكي ظلي مسترع إنك إنت تتطوري دائما ما تضلي واكفة محلك لازم لازم تغيري من حالك وتسليع تصوير نفسك عشان توصلي للهدف البلدسية تمام أستاذ سوسن برأيك يعني شو حجم الخطط والبرامج اللي بتضعها المؤسسات الحكومية للنساء العاملات في البيوت وهل هي كافية برأيك وشو المطلوب أنا برأيي إنه يعني البرنامج أو الصندوق اللي حكى عنه الأخ صندوق التشغيل صندوق التشغيل يعني بالتأكيد بيلعب دور يعني أكيد إنه بيلعب دور ولكن السؤال هل هذا كافي أو غير كافي أنا برأيي إنه حتى نقدر نخرج من هاي الحالة في أكتر من مستند أو أعمدة لازم إنها تصير أول إشي إنه إحنا بدنا نوفر بيئة إنه ستات عم بيشتغلوا عم بنتجوا بعضهم في البيوت هل القوانين اللي عنا تحمل منتج الوطني هل منوفرهم تسويق لمنتجاتهم هل منساعد إنه هاي السيدة اللي بتشتغل في بيتها قادرة إنها تحس إنها عمالها بتقدم إشيه للمجتمع ولا لا بيتها كمان توفير مستلزمات وقمات حضانات كمان للأطفال وفيه شغلة كتير مهمة أنا بحب بكل مجال أحكي فيها مناهجنا التربويه مناهجنا التعليميه هل هذا المنهاج بعزز قصة إنه الأم هي ربه بيت البيت ونقطع السطر ولسه فكرة بابا يخرق ماما تخسل ماما تجلي موجودة أكيد هاي لسه موجودة ولسه بالعقل الباطنية إنه أول ما الولد الصغير برجع من المدرسة بدق على الباب واليما لأنه متوقع إنه أمه متوفر بالبيت إيش اللي بدي أقوله كمان يعني لازم نحرر النساء نفسهم يعني كتير حالة إيجابية السيدة تحرير اللي حكته إنه هن كمان يحاولوا إنه يتحرروا من هاي العادات والتقاليد والقيود اللي في بالهم ويحاولوا إنهم كمان بينوا شغلهم وقيمته حتى نقدر ما بعد معاهم كمان المؤسسات حضرتك سألتي عن المؤسسات النسوية نحن أسألك هلأ عندكم كمؤسسة نسوية عندكم برامج تخص هؤلاء النساء يعني لو تعطينا نبذة عن هذه البرامج إن أمكن نحن الحقيقة يعني برنامج التمكين الاقتصادي هو بد أقول العمود الأساس بشغلنا وكانت الفكرة وهي لا تزال وستبقى إنه شراكة النساء الشراكة السياسية للنساء تبدأ عندما بتكون هي قادرة اقتصاديا نمكنها اقتصاديا هي بتقدر تخرج من الحياجة الخاص للحياجة العام بتقدر تشوف دورها بالإضافة إنها أم كلنا منعتزلنا أمهات ومندير بالنا عولادنا بس كمان هي شريك وفاعل مجتمعي أساسي بالتالي التوعية لكل واحدة فينا ارتقتها بقدراتها وبإمكانياتها هذا مهم إنه كمان يعني نحنا بالنسبة بقلنا في برنامج تواوي في برنامج حتى يعني إسنادي بالأشياء محدودة أكيد ضمن إمكانياتنا ولكن نحاول بالمناطق الريفية إسناد بالنبتات الزراعية بالتوجيه بتأمين مهندز زراعي حتى للحيوانات كيف ممكن إنهم يتجنبوا كتير من القضايا البرد والهذا والطعومات وكل هاي القضايا بالتالي أنا بشوف يعني قصة إنك تمكني النساء نحنا خلال كوفيد عملنا تجربة كتير صغيرة بس مدلولاتها كتير مهمة رفعنا شعار لأنه فترة الحجر الكتير صعبة إنه كان الوضع الاقتصادي صعب إزراعي حديقة منزلك وكان هذا يعني يمكن 80 أسرة في منطقة واحدة أخدوا يعني تصلنا بوزارة الزراع وطلبنا شتل وأمننا لهم إياه ومش ممكن أقدر أقول قديش كانت التجارب ناجحة بإنه ستات فعليا دواير بيوتهم زبطوها وزرعوا وبدوا إنهم ياخدوا منها أول إشي خدروا المنطقة وعملنا إشي منيح للبيئة وثاني إشي هن استفادوا وعفادوا نحنا كل شغلنا نحنا يعني بحب أحكي إنه نحنا عم نشتغل عندنا في منطقة الجنين تحديدا زراعة عشاب طبية كل اللي بيقوموا بالمشروع النساء في عنا تقطير لزيوت الطبية وفي تصنيع صابون وكل هذا يعني كله بالزراعة تقطير وتصنيع صابون وبالآخر يعني بتصير بتضل هالمعضلة الكبيرة كيف تعلميهم يسوقوا وبالتالي هذا جزء من إنك لما يعني وبدأقول شغلك كل النساء اللي عم بعملوا بهاي الأشغال واللي بشاركوا بالتعاونيات واللي بتمنى يكون عندنا فرصة إنه نحكي عن القوانين ما عرفش بهاي الحلقة أو بحلقات تانية كل هادولا النساء شاهدنا مثل ما حكت أختنا تحرير عدد منهم قوية من الداخل سالة أخ يعني أكتر ثقة بذاتها وفي جزء منهم نزلوا انتخابات مجالس محلية ونجحوا وهذا وهذا بتصور كله حلقة متكاملة إنه قديش أنت بتعززي طيقتها بنفسها بقدراتها بتمكنيها بتوفري أبسط الأشياء إنها تحس إنه أستطيع طبعا إنها قيمة إنتاجية كمان في المجتمع وإنه شريكة كمان بالمجتمع إنه بتقدر وهذا طبعا بده عوامل زي ما حكى أخونا في إعادة فتح القوانين ولازم الحقوق الاقتصادية الاجتماعية تكون واضحة بالقوانين وأنا يعني من على التلفزيون بقول له في اللقاء إنه اللجان هاي اللي بتكون بعرف إنه أصحاب العمال والعمال والجهات الحكومية بس كمان لأنه إحنا بمرحلة مراجعة القوانين ونشوفها إذا هي مناسبة للنوع الاجتماعي وأنا لا أقول للنساء فقط إنه كلهم إنه مهم إنه يكون جهة يا أخي جهة واحدة اتحاد العام للمرأة الفلسطينية أي مؤسسة كبيرة بتقدر تكون لأنه من شان إنها هي قوانين هات إنسانه بديو يكون في رضا مجتمعي وفي تلبية لإحتياجات المجتمع مش بس رضا تلبية للاحتياجات العامة يعني أنا يمكن عشان شغلنا اشتغلت كتير منيح بقانون العمل التعاوني وقدرنا نشوف بعض الثغرات اللي بتشجع النساء إنها تدخل هذا المجال نعم طيب بدي أرجع لك مجددا أستاذ سليم حلقتنا اليوم لفتت انتباهك لفئة هدول النساء العاملات في منازلهم يعني هل تعتقد مستقبل راح يكون في برامج أكثر خاصة لهم من وزارة العمل التسعى إلى تأمين بيئة عمل مناسبة وبيئة عمل آمنة لجميع العاملين في جميع المواقع وفي جميع القطاعات ولا نستثني منهم المرأة أو الأم التي تعمل في منزلها من الصباح الباكر حتى مغيب الشمس وبعد مغيب الشمس لا نستثنيها ولكن هذه برنامج ويوجد مؤسسات ووزارات أخرى تعنى بشأن المرأة بشكل مباشر مثل وزارة المرأة وعند ذكر تعديلات وقوانين العمل بعد غد لدي اجتماع في وزارة شؤون المرأة حول تشكيل لجني لإعادة النظر في النظم النظمة لعلاقة المرأة بالعمل بشكل عام تمام ولتمكينها من دخول السوق للأسف الشديد في فلسطين لا توجد فرصة عمل كامل لجميع السكان بسبب أن فلسطين ولادة وليست لا يوجد فيها اقتصاد فيها اقتصاد وفيها عجلة اقتصاد تنمو ببطء ولكنها تنمو فرص العمل التي تتاح حسب الإحصائيات لا تزيد عن 25 ألف فرصة عمل سنويا عدد الذين يدخلون إلى السوق المحلي أكثر من 85 ألف طالب أو باحث فرصة عمل سنويا وبالتالي لا يوجد مقارن بينهم أي بمعنى واحد على أربعة بالحد الأدنى للحصول على فرصة عمل وهذا ينعكس مباشرة على الفرص المتاحة للنساء بشكل عام من خلال قوانيننا نسعى دائما للبحث وللتأكد من وجود الجنسين في المنشآت بغض النظر عن نوع المنشآت نسعى إلى تطبيق القانون بدون تمييز ما بين الجنسين في جميع الزيارات التي نكون فيها في التفتيش نسعى بأن تكون الأمثة نفس أجرة الذكر على نفس العمل إذا الثنين قاموا بنفس العمل نسعى بأن الطرفين يكون لهم نفس الحقوق في الإجازات وفي الواجبات وفي المعاشات وفي المكافآت أو ما شابه كل هذا الحكي تسعى إليه وزارة العمل من خلال زياراتها من خلال طواقم التفتيش المنتشرة في ربوع الوطن أما فيما يتعلق في الأعمال المنزلية كنت لك بأن هذا برنامج قد يكون من اختصاص بعض المؤسسات الأخرى فش بتحكي كلمة ننهي في حلقتنا للنساء في نهاية حلقتنا لهذا إنه لهؤلاء النساء العاملات داخل المنازل أنا أوجه رسالة إلى كافة النساء العاملات في داخل المنزل ومنهم زوجتي ومنهم الأخت تحرير بأن هذا العمل لا يقدر بثمن الأمثة التي تتطلع إلى ثمن مقابل هذا العمل لا أعتقد بأنها تستطيع أن تقيم قيمة عملها لا يقيم هذا العمل بثمن حلو اللي حكي هذا شكرا لآخر كلمة هلأ هو كتير حلو اللي حكيها لأنه ثقة كبيرة بدور النساء عمل المنزل ولكن أيضا لازم تتظهر هاي القوة قوة العمل لازم يكون لها حقوق بما تنتبه يعني كيف بتحط قوة عملها وتتمتع بناتجه يعني مضبوط اللي حكيته حضرتك وشكرا لروح الإيجابية اللي عندك 47% عندنا نسبة العاملات في الوزارة أكثر من 48% هذا الحاملات الوزارة إحنا نحكي عن قطاع خاص يعني إننا نحكي عن قطاع اللي بحتاج لعمل رعائي بحتاج لتمكينه ولتقدير قيمة هذا العمل وتظهيره نعم شكرا لكم ضيوفنا اليوم شكرا لك أستاذ سلم نقلي ممثل عن وزارة العمل شكرا موصول أيضا للأستاذ سوسن الشنة رئيسة جمعية العمل النسوي وشكرا أيضا لسيدة تحرير القاضي التي رفقتنا في هذه الحلقة ورفعت صوت النساء العاملات في المنازل ولفتت الانتباه أيضا للعديد من حقوقهن المهضومة وإلى هنا نصل وإياكم متابعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة التي ناقشنا خلالها أهمية تعزيز قيمة العمل غير المدفوع الأجر للمرأة وما يجب أن تفعله المؤسسات الأهلية والحكومية تحقيقا لهذا الهدف شكرا لكم جزيلا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة